اهلا وسهلا بحضراتكم سيدة مشاهدي ومتابعي تليفزيون الروم السابع دائما رياح تأتي بما لا يشتهي السفن في مباراة نجمها الاول الدولي المروتاني دحان بيدا يتعادل منتخب مصر بصعوبة مع موزنبيق اتنين اتنين بعدما تدخل الفار تبقى للبروتوكول دحان بيدا المروتاني تمام المهندس الجروجي كان نهاردة موجود في الميعاد كان عنده حضور وتميز وتأدير جيد للاخطاء داخل المستطيل الاخضر ولم يتوانى عندما تدخل الكيميبيتر باستدعاءه لشاشة المراجعة في لقطة الهي الاهم في اللقاء لمنتخب الفراعنة في ديئة 91 من عمر اللقاء اللي انتهى بتعادل منتخب موزنبيق مع او منتعادل منتخب مصر عشان ندي موزنبيق حقها منتخب مصر مع موزنبيق بهدفين لكل من هما فمورا اعتقد ان التحكيم النهاردة كان موجود فعلا في الميعاد تميز تميز جيد تميز جيد اداء راقي في تعاون بين الحكم والاثنين المساعدين تواصل من خلال الكمميليكيشن سيستيم مع حكم مع حكم الفار اللي بيتر الكيني وكان معه طبعا هيسم ايرات التونسي طاقم الحكام اللي اعضار اللقاء النهاردة معنا على شاشة الحكم دحان بيدا المهندس الجيولوجي وهو طاقم حكام طاقم كله من مروتانيا ومع الحكم الرابع عبدالعزيز بوا بينما كان حكم الفار هو بيتر بيتر من كينيا لازم هنقف عنده لان النهاردة كان ظهوره ظهور مؤثر وفعال في اللقاء ومعنا وايسم ايرات حكم التونسي موساء ايه فار انا عايز اقول لحضراتكم اه طبعا من حسن الطالة ان النهاردة في فار لان الفار ينقذ منتخب مصر من فخ مزنبيق لان اه في عشرين تسعتاشر في البطولة اللي استضافتها مصر كانش في فار غير في دور التمانية اه تصفيات تصفيات افريقيا المؤهلة لمنديالة عشرين ستة وعشرين بتقام ايضا من غير فار وده هيقود هياخدنا حاجة مهمة جدا 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 ان اصبح الفار هو حاجة مهمة في المباريات المؤثرة وبالتالي تدخله ببقى دائما وابدا بيصحح الاوضاع طبقا للقانون وطبقا لبروتوكول الفار اللي حدده الايفاب عندما اه سمح با استخدام الفار في البطولات سواء البطولات القرية والعالمية او المحلية النهاردة حضراتكم دحان سمح باستمرار للعب والتنافس العادل على القرى حتى انه من الديئة الاولى حتى الديئة العشرين لم يحتسب غير خطائين واحد على احمد حجازي والتاني اه لصالح محمد عبد المنعم خطائين من الديئة الاولى الديئة العشرين احتسب خطائين مع ناخده انه ما كانش بيدخل كثيرا بالصافرة وبالتالي كان سمح بان يكون هناك سرعة في قاع المباراة عندنا اتنين وعشرين مخالفة في اللقاء احتسبهم اه محمد دحان بده يعني بتأدير جيد اه كان موفق عندنا يمكن مخالفة او اتنين قد نختلف معاه فيه انه سمح بسرعة اللقاء فيهم ولكن في يبقى مدام هناك القارات المؤثرة تحكميا دائما تبقى للقانون يبقى لازم نقول برافو الحكم اللقاء عندنا اربع بدقات صفراء واحدة لمحمد عبد المنعم وكان رحيم مع محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لانه اعتبر ان عندما ارتقى وعمل جنب مع احد مع احد لعيبي اه موزنبيق هو اعتبر ان الايب مفروضة وهي اغت مفروضة كان كان يمكن جدا جدا انه هو يعني اه يكون عنده زوية رائقة مناسبة ويعتبر ان هو استخدم استخدم القوة اللي هو السلاح وبالتالي يشهر له البطاقة الحمراء لكن انزار اه مقابل انزار انا موافقين عليه لانه انزار تبقى للقانون تلات انزارات للاعيبي اه موزنبيق اه اول انزار في المباراة في الدقيقة اتنين وستين عايز اقف فقه على اول انزار لان هو النهاردة زورة الحضراتكم خلال شهوة المباراة الاول سمح باستمرار للعب وبالتنافس العادل دون والالتحامات لما بدأ لعب موزنبيق تمام يبقى في التحامات وفي تهور كان موجود هنا عشان كده لازم نقول ان الحكم لما يكون موجود في الميعاد بيفرق كثير جدا جدا وده اللي عمله المهندسة الجلوجي ده حان بدأ في ادارة لقاء مصر وموزنبيق ادى ما ننده انزار في الدقيقة اتنين وستين اول انزار في اللقاء وهي جوعيمة او انزار الثاني والانزار اللي جايدة مهمة جدا اللي هو اللوجينج انا عايز اقف عند الانزار الاخير لان الانزار الاخير فيه تطبيق جيد للقانون سمح باستمرار للعب مخالفة مع امام عشور سمح باستمرار للعب وتبقى للقانون سمعات وعشهر البطاقة السفراء هو القانون هنا بقى يدال الحق انه هو يتوقف عن عن اه주�ytic الاقوبة الفنية ويسمح باستمرار للعب بدأte استفادة ل اللاعب للفريق اللي هيكون المخالفة لصالحه أنا بتكلم بفصل القانون بطريقة عادية عشان كلنا نستوعبها فسمح باستمرار اللاعب وتوقف عن توقيع المخالفة الفنية ولكن هذا لها يسقط العقوبة الاندباطية وده اللي عمله رجع دحان بيدا وعشر بطاقة السفراء للونج في ديئة تسأ تمانية وتمانين من عمر المباراة وتأتي ديئة سايم من عمر اللقاء هي الفيصل في هذا اللقاء عندما اشتراك مصطفى محمد لعب منتخب مصر مع مدافع موزنبيق اللعبة هنا فيها جدل فيها جدل يعني النهاردة الرجل اعلى ولا رجل منتخب مصطفى محمد لكن هو حكم الفارد اعتبر ان هو الرجل فيه في التحام من فوق فبالتالي رجل من مصطفى محمد رجل اعلى لكن هو خد اعتبر ان المدافع خد رجل من تحت ما كانش مقتنع بيها دحان بيدا وهو داخل مصطفى الاخضر ما كانش مقتنع باللعبة وبالتالي هو ما احتسبش تدخل الكيني الكيني بيتر واستدعاه وده اللي عايز اقف عنده بقى لان هو الكيني بيتر نهاردة لما استدعاه هنا لازم نقول ان البروتوكول بيقول ايه هو لما استدعاه وده جاب له زاوية مناسبة جدا 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 زاوية رؤية مناسبة وجاب له صورة مناسبة لم تكن متحد الحكم ده كان المستطيع الاخضر وهنا ده دور الفارد بشكل ايه بشكل جيد يعني هو النهاردة الراجل كان فعلا يعني انا شايف ان هو عمل تدبيق غيرو البروتوكول طبعا النهاردة احتسب 7 دقايق وقت ضايا في الشوت الثاني اهو معنا يا جماعة هو معنا بيتر اهو معنا بيتر معنا بيتر على الشاشة احتسب 7 دقايق وقت ضايا في المباراة وفي الشروط التاني ولاعب 11 دقيقة ونص بقول لحضراتكم دقة في القيارات كان موجود في الميعاد لما فيه حصلت مخالفة وعلاج احد اللاعبين الى جانب تنفيذ ركلة الجزاء والاستدعاء لشاشة المراجعة والعودة لتنفيذ ركلة الجزاء احتسب كل الوقت الضايع فشروط التاني سبع دقيق اعلن عنهم الحكم المرتاني عبدالعزيز بوا وهو احتسب لعب 11 دقيقة ونص زي ما قلت لحضراتكم في لقاءات سابقة ان الوقت الضايع جزء من المباراة وده اللي بدأ للتحاد الدولي على فكرة يكون حريص على تطبيقه في اعتبارا من منديال قطر 2022 لما شفنا بعض المباريات فيها 14 دقيقة 14 دقيقة و15 دقيقة و20 دقيقة في شروط من الاشواط اعتقد ده يعني تطبيق جيد للقانون وفي الشروط الاول نحتسب 4 دقيقة وكان موفق في 4 دقيقة ده بيتر اللي تدخل الكيني تدخل اللي هو حكم الفار في كابينة الفار واستدعى الدولي دحان بدا في المباراة اعتقد ان النهاردة زي ما قلت لحضراتكم نجمه الاول هو الحكم الموريتاني ورفاقه عندنا تسلل وحيد في المباراة احتسبوا المساعد الاول في دياء اثنين على الياس لاعب موزنبيق عايز اقول لحضراتكم طاقم الحكام لم نشعر به ولم نشعر بوجوده ومن هنا نازم نقول ان كان فيه نجاح للمباراة تحكميا ولم يكن هناك قرار مؤثر يمكن يكون هو اه اختلف فيه فيه انزال مستحق لمدافع لمدافع اه موزنبيق هو سمح باستمرار للعب ويحتسب المخالفة طب احنا اتفق معاه مدام دائما وابدا القرارات القرارات التحكمية لم تؤثر في نتيجة المباراة لكن يبقى اه يعني شايف الحد الان دي المباراة التالتة في مونديال اه اه كودو فورا عشرين تهاتة وعشرين شايف ان التحكم ماشي بشكل كويس بنتمنى ان هما يكملوا على هذا الوضع اه ده ده حنبدة بعد المباراة اللي قدرها بشكل جيد بنقول النهاردة نجم المباراة الاول هو ده حنبدة تسعة من عشر للطاقم مع السنائي في كابينة النظار بنتمنى التحكم يستمر على هذا المنوال اه برضو اه يعني قبل مطلق حضراتكم هيكون عندنا طاقم حكام مصري اه يظهر طاقم حكام مصري في مباراة مالي وجنوب افريقيا يعني برستاو واليو دانج لعب النادي الاهلي وجه اللي وجه بطاقم حكام مصري يوم الثلاثة ان شاء الله مالي وجنوب افريقيا في وطبعا اه بسافرة الدولي محمد عادل ومعاه محمد عادل هيكون معاه في في هيكون مع محمد عادل ان شاء الله اه محمود ابو رجال واحمد حسام طا محمد عادل معانا على الشاشة هيكون محمد عادل مع احمد حسام طا ومحمود ابو رجال الاثنين المساعدين ويكون امين عمر اللي عدار المباراة مباراة الافتتاح هيكون هو الحكم الرابع اه بنبند لهم كل التوفيق كل التوفيق لطاقم الحكام المصري في مباراة اه طرفها طرفيها اه نجوم الاهلي اه برستاو واليو دانج وجه اللي وجه مالي وجنوب افريقيا وا اعتقد هتبقى مباراة جيدة فنيا ونتمنى طبعا التوفيق لمحمد عادل ورفاقه اه اه يعني معنى خدا ان التحكيم المصري ماشي بشكل جيد بنتمنى لهم التوفيق بنتمنى لمنتخبنا ان شاء الله يوم الخميس عنده مباراة مهمة جدا مع منتخب غانا بنتمنى له التوفيق علشان ان شاء الله يفوزع في مباراة غانا ويقدر ويتصدر لمجموعته لان احنا ان شاء الله عندنا امل ان احنا نصل الابعد نقطة في البطولة اه في نفس اليوم برضي يوم التلات في نفس المباراة مالي وغنوب افريقيا اه السنائي محمود البنة ومحمود عشور ومحمود البنة هيكونوا موجودين في كابينة الفار مع الليبي معتز الشلماني في مباراة في مباراة الكاميرون وغنية يبقى محمود عشور ومحمود البنة موجودين في كابينة الفار سنائي فار مع الحكم الليبي معتز الشلماني في مباراة غنية الكاميرون وغنية وعادل هيديه المباراة مالي وغنوب افريقيا بنبمن لهم كل التوفيق كات النهاردة كان فيه ثلاث مباريات في المباراة الثالثة مازالت بدأت منذ قليل غانا ورأس الاخضر الفريتين اللي موجودين معنا مع منتخب مصر وموزنبيق في نفس المجموعة كالمباراة نيجيريا وغنية الاستويقية عادرها الجنوب افريقي توم ابو نجل توم ابو نجل ده ده جنوب افريقي شفناه شفناه في ملعبنا كتير والمباراة التانية مصر وموزنبيق اللي انتهت منذ قليل وعادرها الدولي الموريطاني ده حنبدة والمباراة المقامة حاليا رأس جانا ورأس الاخضر بيدرها الحكم القنغولي جان جاك نضالة طبعا تات حكام شفناهم كتير في مباراة الاندية المصرية وحتى كمان للمنتخبات بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا يوم الخميس وان شاء الله امام جانا بنتمنى كل التوفيق لحكمنا المصريين تاقم الحكام بقيادة الدولي محمد عادل في مباراة مالي وجنوب افريقيا وايضا توفيق لمحمود عشور ومحمود البنة في لقاء الكاميرون وغينيا بشكر حضراتكم على حص المتابعة وإنما ألقاكم في لقاءات قادمة بأمم افريقيا عشرين تلاتة وعشرين لكم مني أطيب تمنياتي وعراك تحياتي